خلينا نبدأ كلمة عتاد بأهم الأحداث سيادة الرئيس عبد الفتاح سيسي تلقى اتصال هاتفي بالأمس من يوناس جهرستورا رئيس وزراء النرويك وتناول اتصال لمتابعة التباحث بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأكد سيادة الرئيس ضرورة العمل على انفاذ التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وأكد كمان على أهمية الضغط في الوقت الحالي نحو وقف إطلاق النار لحماية المدنيين اللي بيتعرضوا لمعاناة إنسانية غير مسبوقة كمان خلال الاتصال تم تناول العلاقات الثنائية المتميزة ما بين مصر والنرويج وسبل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة بين البلدين